تيم مرحبا بك عندنا في مغرب ومرحبا بك عندنا في لوسيتان فوغاليا شكرا بشي أنت كشاب مغربي كنت تمتل نموذج للشاب الناجح تكلمنا عن التجربة ديالك شنو تخصصت اللي درتي في الدراسة توصلت لهذا المستوى في الجامعة قرأت business management شي حاجة اللي has nothing to do باشتندير دابا ولكن من اللي كنت صغير من اللي كان عندي شي 12 years old تدير content creation تنصيب vlogs في يوتيوب تنصيب silly videos يعني ماشي شي حاجة ولكن بقيت progressing بقيت نتعلم من different stuff تنتفرج بزرعة ال content مش عيه ديال برة المغرب وتنجرب جربت ديال من دير content هدك وكان relative للمغرب وماش نبيل المغرب بقاش محافظة على الهوية المغربية في الفيديو هاد دير يا ماشي only في الفيديو ستا في حياة ديالي عندي صحاب من تايلاند من سبين من قطع وكلهم تيغنيوا مروكن سونجز وعرفوا كل شي على مغرب وهم عمرهم مجاو ان شاء الله نجيبهم من مغرب شنها ان شاء الله في المون ديال الانس تعرفو عليك كثر او أي канале قبل الكنوناس ماش يعرفوك ش في المون ديال اللي من شعفوا الفيديو هاد ديال في المون ديال يتوحت هوا است为 كيف تلقيت التفاعل من الناس في المنزل يتوفر في المنزل؟ جميعا في المغربة كلنا عارفين رأى إلا عجبهم شي حاجة وركزوا فيها رأى سبورت اللي أعطوه وعر بزاف فعيف الفرقة ديانا في كأس العالم جمهور أنا من مجموعتي كان أحسن جمهور في كأس العالم أرجنتين توقع عنده جمهور قوي ولكن عندما تدخلت هيران في ملعب مغرب جمهور تهوى خدام مش هي جاي يتفرج حسيت بنافس الحاجة نفس الحاجة اللي اللاعبين حسوا بها من اللي اللاعبوا في كأس العالم كنت متوقع المغرب يوصل لهذا المنزل؟ لا وقاليت واحد ما كان متوقع كنت مفاجأة كبيرة فين تزادتي وش تزادتي في المغرب ولا في قطر؟ تزادتي في أبوضبي وملي كان دي ثلاث سنين مشينا القطر وباقي عايش في قطرة الدعبة مزيان، والداريج عندك مزيان؟ ما نقياش ولكن ذوينا خدام هلو شي شوية ماشي به هاللونجلي نقيادي يلبونه؟ ماشي به هاللونجلي ولكن هاللونجلي نقيا عندك مزيان؟ الحمدلله الحمدلله كيف اجل عمل ديالك مع الفيفا؟ بديت معهم في كأس العرب ككونتين كريتر اللي يقدر يهدر بالعربية وبإنجليش كنت أولي كونتين كريتر وملي رجع عندي في الكلاب وولدكوب في أبوضبي دي تنذير اشي اخرى تعطي ايدياز الفيديوز تنحط ستوريز تنذير اشي اخرى وكين باقي انا قلتها عن ممو وكين مراكشفها بزاف تنذير project basis content creation ماشي ديمة مع الفيفا ولكن مليت تكون لترنمت كاشكن معهم مزيان كنا كنشوفوا اللقب ديال راس لابوكا ديال الرجراجي في البوست اللي كانوك حطو الفيفا في سو فيسبوك ولي انستغرام واشن هاد الفكرة ديالتك؟ نبغي نأخذ الكردت فورت ولكن كان ترنزليتر اللي خدام في فيفا وقال لما بغانيش نقول اسميتو ولكن كان مغربي كان بزاف الناس مغاربة خدامين behind the scenes يمكن عيلي انبان وجهي بزاف الناس جاءوا توريوا الفخر ديالهم المغاربة ولكن كان بزاف المغاربين خدامين بهاind the scenes شوية من هم اللي تشافوا ولكن شاطر كنا شفنا في المون ديالي تودرتي فيديوهات على المغرب وحاولتي تعرف بالتقافة المغربية وتدكشي تحط في كونت اوفيسيال ديال الفيفا والناس تفاعلوا مع هادشي وش كنت متوقع تتفاعلوا ولا لا في الكونتيند على المغرب اه لان كانت فرصة كبيرة فرصة اللي توريزم ايجنسي في المغرب يعي يقولوا it's respectable بحل فيزيت مراوكو ودكشي اللي شافوا بيج ديال الفيفا اللي عنده 42 مليون فولوورز حاطة فيديو اللي مركزين على التوريزم في المغرب ومعندوش دخل بالكورة شي حاجة اللي ما امرها ما تتوقع وما تقلاش ديرها yeah i was expecting انو الناس تعجبوه يعني انت حاولت يدير دعايا عالميا للمغرب بلادك الام عن طريق خدمتك تي قلت ايها ما قلت ايها شنو رسالة كل شباب اللي عندهم احلام وباغين يحقوها ولكنك يقولون مو السحيل ولا رمي مو كانش لي ينوصل او او وقالها اتشيلي انقول الناس بزاف سامعينو تانى ملكا صغيرك تقولها شي cheesy ولكن ايه if you work hard وتخلي الدريمز يكونوا as big as possible تتحس انو مستحيل تشوفه تشوفه قدامك الحل وتبقات تقدمه ليه كل نهار كل نهار it's crazy ولكن it comes true خاص لوحد يتقف راشب of course confidence اهم حاجة في اي حاجة تدير في حياتك شنو بالنسبة لحساب ديرك مؤخرا تعرض للقرصانة وفي نظرك شنو السبب ورا هاتش هاتشي جا مباشرة بعد الشهرة الكبيرة اللي تلقيتها بسبب الفيديو هات اللي درشي علان مغرب ما عرفش ما عرفش اكزاكلا ما قلاش منقول a source ولكن ديما الناس يبغيو ي هيدو something اللي شافوشي واحد درشي حاجة ولكن ما عرفش كون و I don't I don't care وش تضمتي مني مشالك الكونات ديالك وبقافي كل حال ايه اذا كان صعيد ولكن كتما some close friends دراري لي ساعدوني فى النارة لكن in the end of the day I hate social media it's just an instagram page it doesn't matter شفنا ديزي درس دعمك وفش درتي باج جديد ديالك والاكون جديد ديالك وشتشي عاونك باش 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 سقطه بمتابعين جداد of course yeah big respect ديزي فواضع ديالك هل يساعدني بلا ما يفكر ف شيء so big respect وأكيد الى مداره ش проход on my page متى كل شفائر 90 000 داب أين 2 day شفنا حشي الصفاحة في انستاجرام بارتاج والكونات عندك contact اسirdى وشن تكن تاتين الف متابع في ضرف يومن جبان يا نعم يومن وكان عندك active 40 الف متابع أنا تاتميrat بطريقة هيا ما بقيتش معه ما بقيتش مفرحه لها بالنسبة للحساب الفيفا كان وقع واحد اللغط حول متابعة حساب الفيفا الحساب فارق الويداد البيضاوي الناس كيسحب ليهم انت اللي تبعتي ذاك الحساب احنا بغان ندره توضيح اليوم انك انت ما عندك ش لاكسي وش عندك انتا لاكسي عندي الاكسس كا في تليفوني يقدر نورك فولو من الاكاونت دي الفيفا ولكن ما ادرتهاش انا كان الموندياليتو كان في المغرب الفارق اللي كان ربزنتين المغرب هو الويداد وكانت انصور بزغط الكنتنت على حول هجم هور ديال الويداد بينا انه كانش واحد في التيم ليفكر وكانشوف وتاشي فرقة اخرى كانوا في الموندياليتو كانوا متابعين هم الفيفا ويكون مشي غير الويداد مشي غير الويداد هاتشي يقلق بعض الجماهير احنا غانوضحه اليوم باللي انا انتا ما عندكش علاقة بالمتابعة شفنا وحد الخبر متدول عبر وحد المنبر اعلامي قالوا باللي الفيفا هي الفيفا حيدات الفولو للويداد حاليا من بعد هاد الدجرة اللي كانت ونتا تعرضت التوبيخ من طرف الفيفا ماذا تعلاقك؟ مكينش هالشي مكينش داب التورنمت بش يكونوا يهضروا معي ام انا بريك مكينوال ومكينوال صافي مزيان في ناظرك عالش تحيد الفولو للويداد نعم حاليا تيم شنوال حاجة اللي كتمح لها في المستقبل شفنا عزيزي عليك الغناء نعم راب وصورتي اغنية اغنية اسميتها خوية سيمان اللي فاتت ولكن اش بغي ندير هي شوز على التوريزم في المغرب هدي كوا ماي كان داب اللي يمركز علي ان ندير something لتوريزم داخل المغرب ومكينوال 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 والراب حاجة سوء قاند يعني بتديرها تانوية راب خدام لها ولكن باقي عندي وقت خاصة يخدم على مي تالنت قبل من البند تبدوق شوية من ديزيد روز بزات كيدا كيف شاك كلب العشران راب خيش في كلب الصانم شكراً لشى الليسيتينفو مكينوال اشتركوا في القناة